هيا يا أطفال هيا نمتيا وقم بحصتنا من سحل وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلوموا إلينا الضمو أعمو ياسي أربع دور والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العب أعمو ياسي تعالوا هلوموا إلينا الضمو أعمو ياسي شكرا 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 إذن أحبائي الأطفال مرحبا بكم في حصتكم مع عمو ياسي وإنتما كذلك اللي رأيكم تشوفوا فينا إلا حبيتوا تحضروا وتفرحوا كما أصديقنا هدو معلكم إلا توجهوا الموقع للأنترنت عمو ياسي بوان كوم للتسجيل بهذا الطريق إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معلك إلا تروح للأنترنت تكتب عمو ياسي تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك إذا أحبائي لما يسجلوا الأطفال رح نتصلوا بهم عبر الهاتف أو عبر الإيميل باش يجووا يحضروا معنا ويفرحوا كما أنتم في بداية كل حصان نتكلموا على أيام عالمية والدولية اللي تصادف هذه الفترة هذه على باركم في يوم 11 ديسمبر تعرفوه الشوقع 11 ديسمبر أحداث 11 ديسمبر 1960 إذن أحداث 11 ديسمبر 1960 وين خرج الشعب الجزائري يندد بالاستعمار يطالب بالاستقلال كانت الأحداث في الجزائر العاصمة انطلقت وبعد عمّت عدة مدن عبر الوطن وين الشعب كله كان على كلمة واحدة الاستقلال ثم الاستقلال للجزائر والحمد لله لأننا استقللين بفضل الشهداء والمجهدين اللي حروا هذه البلاد حتى الشعب كذلك ساهم كل واحد ساهم في تحريق هذا الوطن إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار كين يوم 10 ديسمبر في هذه الفترة يوم عالمي مهم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان أحبائي الإنسان عنده حقوق تعرفوا حقوق الإنسان شوية شو يقدر يقول ليد وادلون حق من حقوق الإنسان مثلا تاسني نجيل عندك هو قفي بنتي وسبك بنتي زينب زينب واذ شكني زينب بنت الحا في بنت الحا خيار الناس خيار الناس أعطي لي حق من حقوق الإنسان الحق بتعلم حق التعلم برافو 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 شاطرة 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 بنتي أروحي بنتي وقفي وقفي بش يشوفوك شابة يلا واسمك بنتي اسمي ليليا ولكن صكني ليليا تقوم فيغو ش راقة فيغو ش راقة الله يبرك كوي لي بنتي حق من حقوق الإنسان من حق الإنسان أن يعتنية بالوطن حبِ الوطن هذا واجب ولكن حق من حقوق الإنسان حقه في التعلم حقه في الحرية كفي بنتي ما اسمك سيرين سيرين عشر أصنين عشر أصنين ون اسقني في بليدى كيف لي إذا خيار الناس حقه في في التربية في التربية كذلك تربية والتعلم حقه أن يكون له وطن حق الإنسان حاجة لولا أن يكون له اسم كذلك حق الحرية يكون شعبد لأن العبودية خلاص ما كانش حق التعلم حقه في الصحة العلاج كل هذه حقوق الإنسان ولكن الإنسان عنده واجبات كذلك كما كانت تقول صديقتنا حب الوطن الالتزام عندكم عدة واجبات وخاصة أنتم يا أطفال طاعة الوالدين إذن يوم 10 ديسمبر نتوقفوا باش نضمنوا ونديروا حوصلة لحقوق الإنسان وين وصلنا في مجال حقوق الإنسان في بداية كل حصة نستقبلوا الساعي الباريد لجبنا الرسائل تعالى أصدقاء اللي بعتوهم مننا وانتم كذلك إلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تعكم في الحصة مع لكم إلا تبعتوهم عبر موقع الانترنت عمو يزيد بونكم بالضغط على زرار آراء وملاحظات مرحباً سوهايب رحبوا معي يا بسوهايب رحبوا تعال تعال مشاء الخير يا أطفال مرحباً سوهايب مش ساركو لدي يا لباس لباس وشبت لنا اليوم باريد باريد الأطفال برافو حطوا هنا في علبة الباريد باش نبعد القروة تحية تحية لسوهايب يا الله لدي يلا لدي إذن سوهايب هو أصغر ساعي الباريد هو أصغير فيهم كامل وجبنا الحصة لنا باش وجبنا رسائلكم مع السلامة شكراً شكراً سوهايب شكراً إذن سوهايب شكراً أحبائي تحبوا الألغاز ما هو الشيء الذي تستطيع فتحه ولا تستطيع غلقه شيء تستطيع فتحه ولا تستطيع غلقه أحبائي لكم تشوفوا في ناتق قدروا تشاركوا في الإجابة عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويازيد.com بالدقت على زرار جاوب عن اللغز اللي هو ما هو الشيء الذي تستطيع فتحه ولا تستطيع غلقه على بربي شاطرين فكروا إلى غاية نهاية الحصان تمو أصدقائنا لما تشوفوا فينا إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد نحن من التنمان نروحه مع يسرى نتعرفه على عالم من علماء الإسلام هو أبو سهل القوهي إذن تفضلي يسرى تحية تحية اليسرى إذن تحية تحية اليسرى تعرفنا اليوم بشخصية أبو سهل القوهي حد لي مساء الخير يا أصدقائي اليوم سنتعرف على شخصية أبو سهل القوهي هو أبو سهل بن وشم القوهي من علماء الذين اشتغلوا في الرياضيات كبير الفلك ومراكز الأبقال في عهد الدولة البوهية ولد سنة 940 للميلاد بطبستان بإيران العالم المسلم الفلك الرياضي أبو سهل بن نصم أبو سهل بن وشم القوهي اسمه الأصلي هو أبو سهل كوهي المتوفي سنة 405 هجري و1014 ميلادي والقوهي من علماء المسلمين الذين اشتهروا في الرياضيات والفلك في القرن العاشر الميلادي وهو من كوهى في جبال طبستان لكنه عاش في بغداد عينه شرف الدولة سنة 988 ميلادي رئيساً للمنصد الذي أسسه في بغداد وطلب منه أن يقدم له دراسة عن عصده للتواكب السبع من حيث مساراتها وتنقلها في مجالها كان القوهي من نواب غلماء الفرق في عصره لبضعه عدداً من الأصاد الذي كان يعتمد عليها أما في الرياضيات فقد اهتم القوهي بمسائل أرخوميدس وأبلونيوس التي تؤدي إلى معادلات درجة آلة من معادلات درجة ثانية ووجد حلاً لبضعه كما نقش إمكانية ذلك حيث استخدم البراهين الهندسية لحل كثير من المسائل التي لها علاقة بإيجاد الشغل كما أنه ترك بحوثاً قيمة في المبادئ التي تقوم عليها الروافة وكانت وفاة الكوهي حوالي سنة 390 هجي رحمه الله وأدخله فساح جنني شكراً 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 يسرى شكراً 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 بنتي شكراً إذن أحبائي أبو سهل القوهي هو عالم في الرياضيات عالم المسلم في القرن التاسع إذن نحتزه بكامل العلماء الأمة الإسلامية أحبائي تكلمنا مقبلة على حقوق الإنسان كان واحد المسألة الإنسان لازم يبتعد عليها هي الجهوية لما الإنسان مثلاً واحد مثلاً واحد يسكن في الشرق الشرق الجزائر كيفاش نسموه؟ كيفاش نقولولو? شرقي. شرقي. مثلا واحد يسكن في الغرب بتاع الجزائر. كيفاش نقولو? كيفاش نسموه? كيفاش نسموه اللي يسكن في الغرب? شقول يار? غربي. واسمو? غربي. غربي. ليسكن في الجنوب واسمو? جنوبي. جنوبي. يا أطفال هل هذه أجوبة صحيحة? أنه الإنسان ابن وطنك كي يسكن في منطقة ما? تعطي له اسم آخر. واش نقولو? تعالي ابني. واش نقولو الإنسان اللي يسكن في الجنوب في الشرق في الوسط في الهضاب العليا في الجبال في السهول. واسمو? جزائري. أحبائي. الجهوية ماهيش من صفاتنا احنا. نحن وطنيين. نحب وطننا الجزائر. أي واحد جزائري نحبها لأنه جزائري. والوطن تعنا الحبيب. وطننا كامل. لذا عم يزيد لكم أغنيا نقول فيها. سألوني من أكون في الشرق والغربي. سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. قلت ألا ترون؟ إني جزائري. إذن أحبائي. الهوية تعنا هي الجزائر. لا غير. لا غير. لا فرق بيننا. يا أخي يا حبائي. يلا تغلوا كامل معي. سألوني من أكون في الشرق والغربي. سألوني من أكون في الشرق والغربي. سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. قلت ألا ترون؟ إني جزائري. قلت ألا ترون؟ إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي. سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. قلت ألا ترون؟ إني جزائري. قلت ألا ترون؟ إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي. سألوني من أكون في الشرق والغربي. اكون في شمالي وجنوبي قلت الا ترى اني جزائري قلت الا ترى اني جزائري ان هذه هي دي لابناء بلدي من اجلك غادي احسن من حاضري ان هذه هي دي لابناء بلدي من اجلك غادي احسن من حاضري سألوني من اكون في الشرق والغربي سألوني من اكون في شمالي وجنوبي قلت الا ترى اني جزائري قلت الا ترى اني جزائري احن اولاد الثورة كل ذات المرة واليمركي حرة بالشعب الثائري احن اولاد الثورة كل ذات المرة واليمركي حرة بالشعب الثائري سألوني من اكون في الشرق والغربي سألوني من اكون في شمالي وجنوبي قلت الا ترى اني جزائري قلت الا ترى اني جزائري لا فرق بيننا والحب لمانا والام وامونا بكل المشعير لا فرق بيننا والحب لمانا والام وامونا بكل المشعير سألوني من اكون في الشرق والغربي سألوني من اكون في شمالي وجنوبي قلت الا ترى اني جزائري قلت الا ترى اني جزائري برافو قلت الا ترى اني جزائري احبائي الاطفال لا فرق بيننا والحب لمانا الامو اللي هي الجزائر امنا بكل المشاعر اذا احبائي لا جهوية ولا فرق بيننا كلنا جزائريون واش رايكم نروحوا الالعاب الخفة مع عمو سليم اللي جنى من مدينة بجايا يلا تفضل عمو سليم تفضل 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 اشتركوا في القناة 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 هي سبع مرات ما يقارب سبع مرات اكبر من الجزائر يعني هي سحراء كبيرة وشاسعة هي مجمدة ولكنها سحراء يا احبائي كل مرة اكتشفوا معلومة جديدة وش رايكم دركا عمو يزيد يحكي لكم حكاية خير الأموري أوسطها كما وعدكم يا احبائي عمو يزيد يحكي لكم حكاية خير الأموري أوسطها واحد النهار كانت واحد السمكات كانوا عايشين في البحر وهذو السمكات كانوا يحوصوا على مكان على مكان وين باش ما يكرهمش الحوط الأكبر وكامل تفهموا بيناتهم هما أخواتات هكذا قلت لها شوف يلا هنطلعوا لسطح الماء وفي سطح الماء كان الشبس كامل وضوءت على الشبس كامل وتما ما يقدرش يوصلنا للحيتان كي تلعو غير تلعو هكذا على سطح البحر شوفوا الشبكة تاع السياد هكذا معها قريب سيدهم عوضوا هبطوا قتلها قريب سيدنا السياد وين رحضوا نكون واحدة مخوتتهم قتلهم يلا هنه هبطوا كامل تحتها في البحر تخبوا تحتها كامل كي هبطوا 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 كي يسيبوا يسيبوا هذوك الحيتان الكبار هذوك حبوا يأكلوهم هربوا هربوا وطلعوا وصبوا يماها من فوق قالوا ها يما يما على البنك رحنا طلعنا الفوق قريب كلنا السياد وقريب حكمنا السياد كي طلعنا الفوق ومكي هبطنا لتحتها قريب كلنا الحوت ماذا نفعلو قتلهم يا أحبائي يا أبنائي خيروا الأمور أوسطوها وقعدوا في الوسط يعني الإنسان بالمراهات ما لازمش ما لازمش يبالغ في حاجة ولا يبالغ في عدناها يا أحبائي أبويا الزيت نستقلصا من الحكاية أن الصبر مفتاح والنجاح برافو 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 إذا أحبائي الحكمة والصبر هما مفتاح النجاح الإنسان لازم يصبر ويشوف الحاجة اللي تخرج عليه وخيروا الأمور أوسطوها يلا أرجعوا الآن ما كنتعكم إذا أحبائي خيروا الأمور أوسطوها الحكمة ندركا الركن النكت شكولي عنده نكتة جميلة ولايش يحكيها العمو يازيد شكول تعالي بنتي تعالي أروحي تعالي برافو تعالي أروحي العروسة ماذا اسمك بنتي؟ ألأ واذا تشكني ألأ في سيدي موسى سيدي موسى خير الناس خير الناس حكينا نكتة عك بنتي وحد النهار راح وحد الرجل الطبيب طالوا ببطا تعدوا قلوا بللي ديرها قلوا ديرها في الكس تعالوا ومبعدك أشربها ومبعدك أهوه وبعدك كهوة كهدوة وشرب الممورة وبدي يخلط حكا بدي يشتاح تعالي بنت أروحي جيبي جيبي وش عندك فيدك جيبي أروحي واسمك بنتي ماريا ويش كني ماريا انتكون في برج منعيل ويلاية بومردس الله يبارك وش عندك فيدك وش هو هذا رسمتها لك اوه رسمتها ليا شوفوا رسم هذا الشحل الشباب فيه الأشجار والنهر اوه هذي أنا هذي أختي وهذا أخويا وانا وراني ماذا ما عنيش في الرسم نعليش في ساحة الرسم ليا دفتيل أزهار كذلك ايه اوه شابين شكرا شكرا بنتي شكرا ديبوا سلام ويازين برافو برافو شكرا عندك نقطة تحكي هنا عندي أنشودة يلا يا ربنا يا ذا الكرم يا وايبا كل النعم هذا أبي نعم الأب من أجلنا كم يتعب أم التي أحيا بها من مثلها في فضلها باركوما يا ربنا واحفظوما دوما لنا برافو 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 نحتفظ بالرسم بتاعك يا أخي ديالي رسم هذا خلاص شو اللي عنده نقطة جميلة نقطة نقطة تعالي بنتي اروحي تعالي عندك نقطة جميلة اروحي واسمك يا ليه من تشكنيها لا بنعشور بنعشور حكينا نقطة تحكي بنتي كان واحد الخطرة كان واحد طفل رح يشير خبز كي رح يشري القلحة نسمى غلوق ومبعدي كان جال يمه قال له قاتل 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 وش قاتلو نساب لي بش يشير خبز حيلعب وقيلها كيف سترى؟ قاتلو باليمة ومشور تشير الخبز قالها بالنها ماما ولك المغلوق قاتلو الحشيو ورح يشريلي ومبعدي كانت كي لحق الحشيو رح رح يشريلو ومبعدي كانت كي لحق شريلو رح تشادلو الخبز تشادلو الخبز ومبعدي كانت جابابا كي جابابا قالوا بلي قالوا بلي شي تلخف قالوا ايه قالوا قالوا خلاص حقي خلاصت اه برابو 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 لحقنا دركاء الركن الرسائل اللي اتبعتهمنا بوبي شفنا رسائل تاع أصدقائنا باش نقرأوهم وانتوما يا احبائي اللي احبتوا عمو يزيدي قرار رسائل تاعكم مع لكم الى توجهوا الموقع الانتنات عمو يزيد.com ودقت على زرار اراء وملاحظات شكرا شكرا بوبي شكرا تحية تحية البوبي اراء 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 من عند بالحاحة ميرال خمس سنوات وبالحاحة عبدالقادر فهد ست سنوات من ولاية بسكرا قالكم اريد مشاركة في حصة عمو يزيد حيدا ميرال وعبدالقادر فهد بالحاحة من بسكرا نحبكم وان شاء الله تصلوا بكم وتحضروا معنا وتفرحوا معنا الرسالة المولية بزينا عابير 13 سنة من خمس مليانة عين الدفلة انا عابير انا احب برنامج عمو يزيد واتمنى له التقدم والتطور فلا هفو شكرا شكرا عابير بنتي بزينا 13 سنة من خمس مليانة ولاية عين الدفلة شكرا 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 على المرسلة الرسالة المولية قصير ياسمين خمس سنوات من الجلفة ولاية الجلفة لهذا بالعليا قد كم اريد المشاركة في حصة عمو يزيد مع الاطفال اذا بنتي ياسمين قصير خمس سنوات من الجلفة حتما سوف نتصل بك الرسالة المولية علي موسى فراح 13 سنة من الجزائر الوسطى قد كالسلام عليكم عمو يزيد انا احب حصتك التي تقدم فيها اجمل الاغاني وارقى العبر والحكم فعندما بدأت اكتب هذه الرسالة لم اجد الكلمات المناسبة انا احبك لوصفي هذا البرنامج المذهل الله يبارك فراح بنتي علي موسى من الجزائر الوسطى 13 سنة هذا يفرح القلب هذه الرسالة تفرح القلب الله يخليك بنتي الله يخليك الرسالة المولية تقول من عند غقالي امينة خمس سنوات من مدينة غمرة محافظة توقورت ولاية وارقلا قتلكم اعجبتني الحصة انتعكم لانها ممتعة ومفيدة لان للاطفال ونتمنى لكم المزيد من التقلق من التقلق ايتان غفالي امينة خمس سنوات مدينة الغمرة بتوقورت ولاية وارقلا نحبوك 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 اذا اصدقائي عم يزيد يحتفظ بهذه الرسائل هذه الجميلة هذه ودرك الحقنا الركن الجواب عن اللغز اذا ما هو الشيء الذي تستطيع فتحه ولا تستطيع غلقه تعالي بنتي اروحي اروحي واسمك بنتي ميليسا بسمك ميليسا ميليسا واذا تشكني ميليسا في بيرتوتا خير ناس وش هو الجواب البيضة واو البيضة هو الشيء الذي تستطيع فتحه وما تقدرش تعالي تغلقها البيضة بنتي برافو شاطرة 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 اعطيه الهدية تحها شكرا شكرا بوبي شكرا شكرا اذا صديقتنا من بيرتوتا واسمك بنتي عادي يذكره ميليسا ميليسا شاطرة في الدراسة ميليسا تقريم ليح نعم شكرا جدت المعدل تسعة واو تسفيق عليها تسفيق عليها اذا بنتي شركة تشيمس مهبول راعي هذا البرنامج يعطيك هذه الهدية شكرا تسفدي بها تفضلي بنتي تفضلي وكما العادة في كل حلقة نستهضف طفل وطفلة للاحتفال بعيد ميلاده وهذا بيجمع خمس قاسبات من علب حلي برامي وإرسالها للعنوان التالي صندوق باري 42 ألف استوالي الجزائر العاصمة اليوم عيد ميلاد بن يعقوب أميرة 13 سنة من حي بالوزداد من العاصمة تعالي بنتي تعالي أميرة تعالي تعالي عمرها 12 سنة وكيا عيتنا رها كيا في عمرها 13 سنة يعني عندها السنم ليسجلت يعني يا أطفال أحباءنا الأطفال ليسجلوا ما تتقلقوش رايحين كامل نعيتو لكم بربي إن شاء الله سواء العيد ميلاد ولا المشاركة شوية تعالي لأن تسجيلات كثيرة ولكن العدل للجميع إحنا ليسجل نعيتولو حتما كيف رحلنا لكي هنا بنتي شار في عمرك دركات دركات 13 ثلاث ثلاث الله يبارك الله يبارك إذن إحنا نغنو لها عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروح يجبوننا القاتل وتحا يلا التحقوا بيا بش نغنو لها أرواحوا ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد موسيقى 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 برافو 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 برافو. اذا دلوا معي العدد الثنازولي. تلتاش. عشرة. مية. سبعة. ستة. خمسة. رفعة. ستة. ستة. واحد. برافو. تطفي الشمعاني. انا تطفي. برافو. برافو بنتي. برافو 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 برافو. هي طفتها ولا انت هي. انا. سور. انا. عونتوها كامل وقيلة. ايه معلش. معلش بنتي معلش. اعطيلي الهدية تحها. اعطيلي اه بدأ بالشهادة. هادي الشهادة تاعك. ابن يعقوب. اميرة. احتفظي بها بنتي. هادي شهادة. شهادة التقديري دي لها عمو يزيد. لكل طفل يشارك في الحصة. كلكم. رح ينتخدوا شهادة هكذا بالاسم تاعكم تحتفظوا بها كذكرى. هدي تاعك اميرة بنتي. اعطيلي الهدية تاحها. اذا. كما وعدناك اميرة. رامي. راعي البرنامج يعطيك هدية عيد ميلادك. ان شاء الله تسفدي بها. اعطيلي نديرو هدية هنا لداخل. الله يبارك بنتي. والا. الهدية تاعك هاي لك. وانا مبقى لي الى نقولكم. سنونا في الاسبوع المقبل على قناتكم الشروق تيفي. في نفس التوقيت نحبوكم يا اطفال. سلام. لا تحزنوا حنال ودع يا اصدقاء. كل الاياد في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم. لا تنسونا. احببناكم. احببتونا. سنعودوا. فانتظرونا في موعد جديد. مع ام يازين. لا ننساكم. لا تنسونا. احببناكم. احببتونا. سنعودوا. فانتظرونا. في موعد جديد. مع ام يازين. نشكر عم يازيد على الحصة هذي اللي دارها الاطفال. احنا جينا من الولاية باتنا. ورانا اللي هنا باشوا تشاركوا في الحصة. نشكر عم يازيد على هاد الحصة اللي استدفنا فيها. بارك الله فيكم. على الاتصال تاكم.